اشتركوا في القناة وبركاته سعيد بلقائكم مرة أخرى في برنامجكم هذا في رحاب الإيمان والعالم كي احتفل باليوم العالمي لمحاربة فقدان لمنع المكتسب كنعود ناخدوا هذا الموضوع ونتكلموا عليه في إطار الإسهام للإعلام في توجيه وفي الإرشاد وفي التوعية هذا الوباء وهذا المرض الخطير جدا واللي بدأت المعالم دياله كتبان منذ بداية التمانينيات وبدأت تكتب عليه عدد من الكتابات في ذلك الوقت وما زيت أذكر أحد العناوين اللي تكتبت هذا الجرائد السيدة الخطر الداهي وصورة لواحد المريض يعني في النهايات دياله وقد صار يعني شبحا يعني جتة ضعيفة جدا نحيفة بحل ذلك الجتة ديال لكل ناس اللي كتنقصهم الماكلة تقرير اللي تكتب حول ذلك المريض هو أنه فقد كل الأدوات ديال المناعة اللي كانت في الجسد ديالنا اللي الله سبحانه وتعالى خصى بها الجسد ديالنا ماتت وأصبح عرضة داك الجسم دياله لكل الأمراض والله هيكل عظمي كنتشوفه السيدة هدا وهو دا فقدال المناعة المكتسب السيدة أو الإيدز هدا مرض خطير مني الأصل دياله واحد الفيروس واحد الفيروس انتهازي منك يدخل الجسم كي يأخذ هيا ديال ديال جهاز يعني ديال المكونات ديالجهاز المناعة وتوليه واحد بحالهم ما تعرفوهش وتدخل بيناتهم وتبدأ يضمار فيهم فهو انتهازي وخطير جدا منك يدخل شي جسم كي يدخل في اللحظة كتسمى لحظة كومون أي كي يكون هادئ كيدخل يستقر وحتى كي يعني الجسم كي يكون صافي مستانس كي يبدأ هو كي يبدأ يدمر في الخلايا كي يكون خالية انتهازية كي يبدأ يدمر في الخلايا الجهاز المناعي اللي يتكلم في هاد الموضوع مزيان أمور أستاذ الأطباء ده كاتر المتخصصين ولك اللي استفدنا منهم هو هاد الأمر هذا ولا يكتشف إلا بالتحليل تحليل دي للدم بمعنى ما كتباش الآترة يمكن يستمر هو في لحظات يكون واحد المدد لعشر سنوات ماشل عام وماني كي يباد وكي يخرج للعلان تيكون خلاص ما بقى يدوى ولهذا دك التحليل اللي كالدار إذا تم اكتشافه وهو في حالة كومون كي يبدأ ويعطيه واحد الدواء باش كي يخليه في حالة كومون في حالة كومون وتلقوه جهاز المناعة وهذا كي يبقى في حالة كومون والأدوية اللي كتتعطى يباش تحافظ على الإنسان رغم أن الفيروس الداخل ما ميتش بقى مالقوش دو باش يقتله لأنه قلنا أنه هو فيروس انتهازي كي يخد صفات دي الخالية من الخنايا دي الدفاع على الجسم وكي يقول لي بحالة وفي الوقت كي يبدأ كل مرة كي يبدأ يضرب فإذا تم اكتشافه قبل ما يتقوه وهدوك الخلايا دي الجهاز لمناعة كتتضمر تيمكن نبقى ونخليه في حالة كومون حتى كي يقدر الله سبحانه وتعالى الوفاة ولكن لمشا حتى قدع على الجهاز على الخلايا وتيبان سوف يقول لي كي يضمر وكي يقول لي أي مرض يصيب الإنسان كي يدخل الروح كي يبقى الحلاق كي يبقى ثم كي يبدأ القلب يبقى أي مرض ثم بعد ذلك كي يبدأ لذلك المرض كي ينتشر وكي يوليه خرج على برد الجسم بحال دمامل دماملات كي سرطانية سرطانية كي تبقى مع الإنسان وكي لهزال يصاب الإنسان بهزال كي يتولي عنده لدياري بمعنى الإسهال وتولي الماكلة قليلة حتى كي ينتقل إلى رحمة الله هذا أول مرض يعني باختصار وكي ما قلت لكم ليمكن يوصف هاد المرض والطريقة دي العمل ديله والفعل ديله وهم الأطباء المتخصصين المبحث العلماء المتخصصين هالأسباب هاد المرض وجدوه أول ما وجدوه كثير فيه عند الشواد جنسيا اللطيع الذين يعملون عمل قومي لط وبين البغاية اللي كي يشتغلوا في الدعارة وبين ناس اللي كي يستعملوا الحقاة دي المخدرات دلتات الأصناف اللطيع اللطيع والبغاية والناس كي يستعملوا الحقاة دي المخدرات شنو اللي يمطلوب اللي يمطلوب وليه وقاية بمعنى الناس اللي مصابي يتدوى توفر لهم الدواء يعني يكون في الإمكان دي له وهذا شيء موجود الحمد لله موجود يعني في العالم كله ويحن وهذا شيء موجود عند العرب في آسيا موجود عند الآسيويين يعني في آسيا في الأقصى دي الأسيا موجود في أوروبا موجود في أمريكا موجود في إفريقيا موجود لأن الأسباب دياله موجودة فحيث ما وجد السبب دي المرض كي يبال المرض لأطباء يقولوا تخصن بحتوال الدواء باش نعنجوا المرضى والآن البحوت راه غدا مستمر لإيجاد دواء لهذا المرض وهذا المرض لابد دواء أن يوجد له دواء لأن صدر يعني لخلق المرض خلق الدواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا وجعل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله دواء ديالسيدة الآن بقي ما لقاوش ولكن لقاو الدواء ديال لحامل الفيروس لبقي في الهضاة يكونون بقي ما ما تفجرش كين دواء دياله الآن والكي يستعملوه الحمد لله الأمور غادي إذن المرض يخصوه يدواء وهذا الشي اللي يخصوه الدار وتساهم الجمعيات وتساهم الأغنياء لإنقاذ الأرواح خصوصاً خصوصاً وأن هذا المرضى دعا كيتنقل بها ثلاثة الحويش بفعل قمروط دعارة ثم سعمال الحق اللي يستعملوها لأصحاب المخدرات أو يستعملوها الناس لحاملين الفيروس ويمكن أن ينتقل من رجولين متزوجين متزوج كي حامل الفيروس ينقلوا المرأة ويمكن المرأة الحاملة الفيروس تنقل لولها فهذه الطرق مش كيتنقل ما كيتنقل بمصافحة ولا بقوم لا يعني تتبوسوا واحد في فرس ولا تتبوسوا في دي ولا بالهواء ببعن النفاس أبداً كيتنقل بهذه الأسباب فعل قمروط أي الذي يحمل الفيروس وكذلك البغاء العلاقة الجنسية المتعددة خارج إطار الزواج ثم عدنا هذا الحق ثم الرجل المتزوج قد ينقله إلى زوجته وتنقله المرأة إلى ما في بطنها إلى جنينها دوكين اللي حاملين المرض ولكن المطلوب أننا هذا المرض لحبسه بقي ما القينا لليش الدوع شنو بيش يتحبس يتحبس بالوقاية أي الأسباب التي أدت إلى دور هذا المرض خاصة حاربوها أشغلنا السبب الأول في القوم وفي القوم هذا محرم شرعا ومحرم في الديانات السماوية كلها ولأن هذه العملية هي مخالفة للفطرة الإنسانية ومخالفة للقانون الكوني ومخالفة لسنن الله تبارك وتعالى في هذا الكون مخالفة الأخلاق مخالفة وكين الناس يتحدثوا ويقولوا بأن هذا ما يعرفه الآن ما يحدث تحدث عنه بالعلاقات المثلية أو الشدود الجنسية هذا مرض لأن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر وخلق الأنت وجعل الذكر يميله والأنت تميله للذكر فإذا ما لا تذكر إلى الأنت بسألة طبيعية وإذا ما لا تذكر بسألة طبيعية إلا أن العلاقة بنتهم ستكون محفوظة موصارة بش ما تكونش عملية ديال 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 الفاحشة ديال الزنا أو الدهارة إذا أول شي هاد قضية ديال العلاقة المثلية لأن المباشرة من الضبر هي غير طبيعية والضبر ديال كل إنسان راجل أو امرأ هو لأمر آخر هكذا خلق الله الكون الحيوانات كلها الحيوانات كله ما فيه حياة البهائم المعاشرة الجنسية تكون في المحل أولا في المحل ديال المعاشرة وهو الفرج وتاني أن تكون بين الذكر والأنسى ولا تتصور بين ذكره وذكره لا بين أنسى وأنتى أبدا ولهذا ما وصل إليه الإنسان في هذا التباع للشحوات ديال رأس الدرجة للبهيمية بل نزل إلى درجة هي دون البهيمية ربي يقول في القرآن الكريم أفرأت من اتخذ إله غواه أفأنت تكون عليه وكيلة أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا كان الناس مغمضين عينهم ما كيشوفوش وما كيسمعوش وما كيف فهموش لأنهم تبعين الشهوات ديالهم إلهه وهوه فأنتى تكون عليه وكيلة يعني حافظا اختار طريق فإذن أول حاجة هذا الأمر ديال المعاشرة الجنسية المثلية بين الرجال خصوصا ورح قوم لوط كان عندهم مجلش يدام والقرآن واضح في الخطاب ديال سيدنا لوط مع القوم ديال أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أتاتون أهديك الهمزة السفآمية إنكارية توبيخية تقريحية الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم أتاتون الفاحشة ما سبقكم بأمن من أحد من العالمين أتاتون الرجال شهبتا من دون النساء كل شيء جيدا فيه استفعام إنكاري توبيخي تقريحي الحديث بقي إن شاء الله بعد الفاصل فتابعونا مؤمنات خالدات برنامج يعرف بنساء الكون في التاريخ الإسلامي مؤمنات خالدات ينقب في العبر والدروس التي تركها لنا هؤلاء الخالدات مؤمنات خالدات عبر قناة محمد السادس للقرآن الكريم السادسة في الأوقات التالية عدنا والعود أحمد رجعون كما يقول سادسون العلماء إذن سبب الأول هو هذه العلاقات المدلية واللي بغي العدد دعاة يشرع عنها وفي بعض البلدان أصبحت يعني شرعية قانونية بعد خروج عن منهج الله تبارك وتعالى خروج عن السنن الكونية خروج عن الأخلاق مخالفة للديانات الرسالات السماوية مخالفة للأخلاق الاجتماعية ولهذا عدد من الفلاسفة والمفكرين الاجتماعيين يحذرون لأن الهدف من العلاقة الجنسية هو المحافظة عن النوع في حين أن العلاقة الجنسية المثلية هي الهدف منها هو تحقيق كل الذه واللدة تنتهي بمجرد الإشباع ثم إن اتيان الذكر الذكر لا يحق ويسبب المرض لأن الضبر سواء الضبر الرجل أو الضبر المرآن لم يخلق لذلك وش نحت الحيوانات ما تلقاش حيوان يأتي للأنت في محل الحارس ونهذا أول شي هو هذا العمر هذا ننبه له بأن هذا من أهم الأسباب يجب تركه امتعاد عنه الأمر الثاني هو الدعرة الدعرة هو ممارسة الجنسية المرأة التي تواجه لجمع المال ورب يتكلم على هذا الأمر هذا تتكلم عليه قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من البدي يكرههن غفور ورحيم ولا تكرهوا هذا خطاب نهي هذا نهي من الله تبارك وتعالى للمؤمنين ولا تكرهوا فتياتكم العرب كانوا كيشدوا دوك الإيماء عندهم الإيماء يعني من الرقيق الرق المرأة مسترقة مستعبادة كانوا كيشدوا دوك الإيماء وكيدول لهم واحد لبيوت كيخلوا رجال يدخلوا عليهم وكيعطوا الفلوس هذه هي معروفة بالدعارة ولكي يقولوا عليها شي بعضين إنها قدموا مهنة وهذا الكلام فيه إيانة لمرأة فيه إيانة لمرأة يا هذوك كيفاش أقدموا مهنة حتى وإذا تبت هذا الأمر عاد بأنه بتهينت المرأة في هذا الموضوع عاد ففي ذلك إشارة إلى أن ما يقع للمرأة من احتقار وإهانة سببه هو أن ذلك ظلم الرجل ظلم الرجل فقط مش مهنة بمعنى أن المرأة على خطرها ومشاته تتدرك لا هذا الرجل الذي يعطي ذلك الفلوس واذا قال تعالى ولا تكرهوا فاتياتكم ما قلش إماكم اسمع التعبير القرآني فاتياتكم لبنى الديولكم على البغاء لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بديك رأيهن غفور الرحيم أي المرأة التي أكرهت على ذلك الله غفور رحم كريات أي أكرهها سيدها على ذلك فإن الله غفور رحيم ربك يغفر غفور رحيم غفور غفور يغفر لهن ويرحم هن يعني ذاك ذاك الحالة اللي هي فيها واللي طاحت فيها مكرهة ربك يتجوز لها ومن يكرهن فإن الله يكرهن غفور رحيم فإذا هذا هو هذه تجيب محاربته وما يعرفه اليوم بالرقيق الأبيض ولكن غريب أمر بعض الناس اللي يقولوا بأنه يدافعوا على حقوق المرأة وكيسميه ذاك العمال من باب تخفيف ومن باب تزوير ومن باب قلب الحقائق يقول للنساء العاملات جنسيا النساء العاملات جنسين أعوذ بالله واش إلى هذا الحد أترضاه لنفسك أترضاه لأختك أترضاه لأمك أترضاه لزوجتك أترضاه لابنتك هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب قاله يا رسول الله يعدلي في الزنا قاله أترضاه لأمك أترضاه لأختك أترضاه لخالتك أترضاه لعمتك أترضاه لزوجتك كل مرة يقول لنبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لك قالت قل لله يا رسول الله بأبي أنت وأمي فكري قل للنبي صلى الله عليه وسلم فكل الناس لا يرضونه وهذولي كيقولوا على هذا النساء والغريف الأمر أن تجد بعض النساء لمحسوبات على النساء الحقوقيات اللي كيتكلموا على حقوق المرأة كتقول لك المرأة العاملة جنسيا أشمل كلام ده أشهد بالله عليكم لا نرضى هذا للمرأة أي مرأة مسلمة وغير مسلمة المرأة نريدها تكون مكرمة معززة ينظر إليها باعتبارها إنسانا والعلاقة الجنسية بينه وبين الرجل تكون تحت مسمى الزواج مسمى الزواج ليتحمل مسؤوليته ليتحمل مسؤوليتها وتتحمل مسؤوليتها ونفس الأمر اللي قلناه على البغاء نقوله على الزنة الزنة هو المعاشرة الجنسية خارج الزواج ولو بدون مقابل يسمى زنة وبعض الناس ده بل أنك يتكلموا يقول لك هذه شرعانة العلاقات الرضائية كيف؟ كيف العلاقات الجنسية الرضائية؟ شنو معنية هذه الكلام؟ بمعنى أنه بدل من قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج نقولوا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليه بالصوم احنا نقولوا ومن لم يستطيع فليتخذ له خليلة فليتخذ له رفيقة تتولي ديك العلاقة الجنسية الهدف ديالها وتحقيق اللدها وإذا كان الهدف ديال العلاقة الجنسية وتحقيق اللدها فإن تلك العلاقة تنتهي بمجرد الإشباع بمجرد الإشباع ها كان السالي وكل واحد كي يمشي في حاله إذا تاقي قلت يقول يا واحد ورا في أوروبا ورا في أبريكا الناس الرجل مع المرأة عايشين بلاها كاغت وعليش ممشيش يدرون كاغت عايشين مزوجين وكيتقابلوك يبغيوك وكتبغيها وغادي علاش ميدلوش الكاغت علاش ميدلوش شنوه لأنه يحملوهم مسؤولية وإحنا لا نتشبه بغيرنا إحنا عدنا الدين ديالنا وعدنا يعني القوانين ديالنا وعدنا الأنظمة ديالنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا باقين تذكرون لما تذكرنا لما تتكلمنا على الوثيقة ديال المدينة مع اليهود قال للمسلمين ديال المؤمنين دينهم وليليهود دينهم فلا نادينهم هذا الأمر التاليس الأمر الرابع هو استعمال الأدوات ديال الحقان وأنتم بغيرهم استعمالوا الحقان نستعمال الحقان الجديدة معمرنا استعمالوا الحقان مستعمالة الآلات ديال الحلقة يستعملوها الناس يستعملو لذلك الأهلات كل واحد يدير أهل دياله فلا تستعمل لماذا؟ لأنه لكن ذاك الآلة لك يحلق بها او للحقنة فيها الدم ونوات وتجرحتي راه دك شك يدوز لان المرض ينتقل عبر العلاقات الجنسية سواء المثلية او يعني خارج مؤسسة الزواج او بين الزوج الذي يحمل حد الزوجين يحمل دك الفيروس يمكن تنقله المراته اول مرة او إذا كانت حمل الفيروس تنقله الرجلها او إذا كانت فيها الفيروس تنقله الجن practitioners وكذلك يريد استعمال الآلات الحادة او بالحقنة الحقنة إلا كان فيها الدم ونوات وتم استعمالها ثم استعماله تفيله كيمكن يدوز ذلك الفيروس وما فيها الشك وكذلك الآلات ديها الحلاقة لان ممكن ب sanctuary عانا أو كان حلق تحت cited الإنسان يرد البال يعني يستعمل آلات دياده عنده المسائل ديالو يستعمل أهلات ديالو هذه كلها من الوقاية وأكدا من أسباب الوقاية هو نشر تقافة الحفاظ على الأعضاء الجنسية عند الوليدات ديالنا ما يسمى بالتربية الجنسية مش يعرفوا الوليدات هذه الأعضاء الجنسية شنوية وش المهمة ديالها ويعرفوا شنوية الجنس مع احترام وغاديين يعرفوا أن هذه الأعضاء الجنسية راح الوظيفة ديالها وظيفة سامية جدا ورا هي معرضة هذه الأعضاء الجنسية بعدم النظافة وبعدم الطهارة وبعدم الاستعمال الاستعمال في إطار الضوابط الشرعية والقانونية والأخلاقية راح يمكن تكونوا سبباً لانتشار الأمراض ويكفي أن ندكورها هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكي حضر المهاجرين كيقولهم يا معشر المهاجرين خسال الخمس إن ابتليتم بهن بعد مجموعة ديال الخصال الخمسة ديال الخصال إلا تبريتوا بهم أي نزل بكم البلاء ونزل بكم أعوذوا بالله أن تدركوهم واذكر من هذا الخمسة هذا الخصال قال ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاء التي لم تكن في من قبلهم ما فشت فيهم فاحشة في قوم منتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الإعلان يشيرونها ويتتبعون معها ويقول لك هذه دخلها في إطار الحرية الجنسية وفي المقابل كيحرموا الإحلال حال مثلا الدعوة إلى تحريم التعدد في حين التعدد هو أصل فيه الإباحة للقادر عليه وللذي يستطيع أن يعديل لأن التعدد المرأة لي ممزوجة شاي وكتزوج برأس المزوج قادر على أنه يفتح بيت آخر أفضل من أن هذه المرأة تخرج للشارع فالغريب في الأمر أن الناس البعض يدعو إلى انتشار الفاحشة للعلاقات الرضائية ويدعو إلى تحريم ما أباحه الشرع ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشت فشت انتشرت فيهم الأوجاء التي لم تكن فيما قبله وتاريخ الإنسانية هذا الكلام قلتوا مرة ومرة ومرة وكان عوده تاريخ الإنسانية تاريخ الأمراض لمرت على الإنسانية وخص ما يتعلقوا بالأمراض الجنسية السبب دي له هو الخروج على منهج السيفيليس مرض الزهري اللي قتل عدد كبير من البشر وتصابوا بعداد من الناس قبل ما يتلقى الدواء دي له هذا المرض الذي كان إذا مش هتتمكن من الإنسان فيه ذلك الزمان كان إما كيمشي ليه لا 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 الركاب دي له والمفاصل دي له فكي يزحاف وإما كيمشي ليه المخ الدماغ وكي كي يحمق حتى تم اكتشاف الدواء له والبينيسيلين وعدد كبير من القادة السياسيين والأسكريين والمفكرين اللي كانوا إباحيين ما تبهد المرض هذا حتى تم اكتشاف البينيسيلين للحمد لله قدرت على هذا المرض هذا وهي دواء لمصاب به فهناك أمراض خطيرة جدا بسبب الفاحشة بحالك كي ما قلناه البينيسيلين السيلان اليرباس ومنهم هدا إيدز السيدا إذا العلاج دي لهذا المرض أولا وعالجت المرضى وهنا كنقول للناس جميعا إن اللي مسبات المرض ما نتهموش مباشرة بأنه كان خارج إطار دي للزواج ربما يكون أصيبة بسبب حقنا من الحق أو المرض تصابت من الرجل لها أو الرجل تصاب من المرض دي له أو شي عجب حالك ده بمعنى ما نتهمو حد أو واحد ثانيا هذه الناس دون تعيشوا معهم ما من أن تعيشوا معهم يعني نسلموا عليهم ناكلوا معهم نشربوا ما فيها تشعج ببعدها لأن المرض ما كينتقلش لا بالمصافحة ولا بأي شيء من هذه الأمور ثم ننفروا لهم الدواء ونقبلوهم بناتنا يعني هم أخوذنا إلا كانوا مسلمين مصابين بهذا المرض المؤمن مصاب وقد يخطئ من قبلهم وما ننظروا لهم مش هذيك النظراء دي اللي يقصع بل على العكس ونفروا لهم الدواء والأمر الثاني نشر التعوية بين الشباب دينا وبين الشباب دينا نقولهم تقو الله في الفوسكو وخصوصا الشباب دينا وليداتنا الشباب دينا والشابات دينا ثم نشروا الوأي الديني صحيح العلاقة المثلية رأى سبب الدعارة رأى سبب الزنا رأى سبب استعمال الحقان مستعمالة رأى سبب انتقلوا هذا المرض بالدم فالإنسان يتحرم سيد الأمور يبعد على الحرام ويقبل عن الله تبارك وتعالى بالطاعات الله يشف فيهم وعافهم وكشف الضر اللي فيهم اللهم رب الناس أذهبي الباس يشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي عالمه آمين آمين والحمد لله رب العالمين إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة